اعلنت الشرطة مقتل 11 شخصا خلال احتجاجات اندلعت في مناطق متفارقة من العاصم الخرطوم امس الثلاثاء وقال تقرير للشرطة تلقت قناة طيبة نسخة منه ان من بين المتوفين 11 ستة من عناصر القوات النظامية والاجهزة الامنية فيما اصيب العديد من المواطنين ومن الاجهزة الامنية حالة ستة منهم حرية ولم يشير التقرير الى الكيفية التي تم بها مقتل 11 شخصا وكانت المنطقة امام القيادة العامة للجيش التي يعتصم فيها المتظاهرون شهدت خلال اليومين المعطيين محاولتين من جانب قوات مجهولة لتفريق الاف المعتصمين المحتجين ما دفع جنود من الجيش يحرسون مداخل القيادة العامة لتدخل لحمايتهم